ينطلق الآن سيداتي وسادتي متابعين العزام مشاهدين الكرام الشوط السابع شهد الخيل المهجنة الأصيل المستوردة والإنتاج 1900 متر تكافأ من 5.8 إلى 105 عشر من الجهة تتنافس على جائزة وقدرها 70 ألف ريال إذن الانطلاق والصدارة كما نشاهد الآن مع الجواد ستارديل مربط الجسرة يوسف الهاجري على المركز الأول التقدم الآن من الجهة الخارجية للجواد أب هولند لأسادة ابناء جاسم الغزالي وأيضا التقدم من قبل بيرل بريج على المركز الثاني أسادة مربط المرقب من ناحية السياج لدينا الجواد اللي هو واسس كانزي أسادة مربط إنجاز في اندفاع جميل والمركز الخامس من ناحية السياج أيضا لدينا ماك كلمة سلمحمد حسن العبد الملك على خامس المراكز خلفه لدينا ليت دي بيت في المركز السادس وتأخرنا عن مالي بعض الجهد وكما نشاهد نعود للصدارة ونعود للمركز الأول لا تزال الصدارة مع الجواد ستار ديلي أسادة مربط الجسرة بيرل بريج في المركز الثاني المركز الثالث لدينا أواس كانز والمركز الرابع أب هولند والمركز الخامس وشهد الشعار الوردي محمد حسن العبد الملك الجواد مايكل ماس والتقدم من الجهة الخارجية للجواد روكونانت في اندفاع جميل الآن أيضا أندر الرادار خلفه يبدأ بالتقدم ويبدأ بالاندفاع الصدارة مع ستار ديلي يوسف الهاجري في اندفاع جميل ستار ديلي حقق المركز الأول منذ فترة قصيرة هل يكرر اليوم الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية التقدم الآن مع ستار ديلي على المركز الأول وعلى الصدارة المركز الثاني أواسس كانز في اندفاع قوي الآن أب هولند لأسادة ابناء جاسم الغزالي في اندفاع قوي أيضا والصدارة تزال مع ستار ديلي ستار ديلي على المركز الأول وعلى الصدارة أواسس كانز في المركز الثاني سار ديل على الصدارة وأواسس كانز الآن في محاولة قوية أب هولند يحاول ليت دي بيت أيضا لكن سار ديل على الصدارة المحاولة من أواسس كانز وأب هولند أيضا لكن أواسس كانز فعلا إلى الصدارة إلى المركز الأول أواسس كانز إلى السادة مربط إنجاز ستيفا لجاج إلى الصدارة وإلى المركز الأول صدارة قوية لهذا الجود إذن المتابعين الأعزاء مشاهدين الكرام تجي النهاية المركز الأولى واسكنز لأستاذة مربط أنجاز المركز الثاني ستاردير لأستاذة مربط الجسرة المركز الثالث الجود أب هولند لأستاذة ابناء جاصم الغزال للمركز الرابع أندر ذرادار لخليفة بنشعي الكواري المركز الخامس ليدبيت لشاهيم بن خالد الغانم تهاني نوال فبروك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر